شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي هذا اليوم سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم والنشئين لمسافة 120 كم والذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة برعاية مجموعة جي اف اتش المالية وذلك بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة وبمشاركة نخبة من فرسان مملكة البحرين ودولة الإمارات فلدى وصول جلالة الملك المفدى وصاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي الذين رحبوا بجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظهم الله مشيدين بهذه الزيارة والرعاية الكريمة التي تعبر عن دعم وتشجيع جلالته وسموه لرياضة الفروسية وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إجازا حول مراحل السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه مشيرا سموه إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد وضع كافة الاستعدادات والترتيبات أمام فرسان البحرين للمشاركة في هذا السباق كما تبادل جلالة الملك المفدى وسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأحاديثة مع الفرسان متمنين لهم كل التوفيق في هذا السباق بعد ذلك تابع جلالة الملك المفدى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم منافسات السباق وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله جميع الفرسان الفائزين في هذا السباق الذي شهد منافسة قوية وما حققوه من مستويات ونتائج طيبة أهلتهم لهذا الفوز وأشهد جلالته بالجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في سبيل تطوير رياضة سباقات القدرة والوصول بها إلى أفضل المستويات والارتقاء بهذه الرياضة العربية والمحافظة على هذه الرياضة كما أعرب جلالة الملك عن شكره وتغديره بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على هذه الزيارة الكريمة لحضور هذا السباق ومشاركة دولة الإمارات في هذا السباق والذي يعكس مدى العلاقة الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين معربا جلالته عن تغديره لجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية في تنظيم هذا السباق وتهيئة أفضل الإمكانيات أمام فرسان المملكة وتطوير هذه الرياضة كما أشهد جلالة الملك المفدى بالمشاركة الناجحة لفرسان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السباق والتي تؤكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في كافة الميادين وبخاصة الرياضية والشبابية وأعرب جلالته عن تغديره لما حققه فرسان البحرين من نتائج طيبة في هذا السباق ومختلف السباقات وترجموا مدى قدرتهم وكفاءتهم في هذه الرياضة العربية شاكرا الجميع على جهودهم في إنجاح هذا السباق وإظهاره بالصورة المشرفة ومتمنيا لهم دوام التوفيق لخدمة هذه الرياضة وكما أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتطور المستمير الذي تشهده رياضة القدرة في مملكة البحرين والتي تحظى بالدعم والاهتمام من جلالة الملك المفدى الأمر الذي ساهم في تحقيق فرسان المملكة للعديد من الإنجازات والنتائج المشرفة في مختلف السباقات منوه ينسموه بمشاركة فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة مع شقائهم في مملكة البحرين والتي هي نتائج ثمرة التعاون الأخوي الوطيد البحريني والإماراتي وخاصة في رياضة سباقات القدرة وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي الفروسية وسباقات القدرة وجهوده الموفقة في الارتقاء برياضة القدرة البحرينية ووصولها إلى أعلى المراتب وفي نهاية السباق توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي لفروسية وسباقات القدرة الفائزين بالمراكز الثلاثة حيث قدم سموه إلى الفائز سالم الكتبي الفائز بالمركز الأول من استبلات الرعود التابع للفريق الملكي سلمه السيف المقدم من جلالة الملك المفدأ كما توج سموه الفارس راشد البلوشي الفائز بالمركز الثاني من استبلات دولة الإمارات العربية المتحدة كما توج سموه الفائز بالمركز الثالث الفارس عبدالله المري من استبلات دولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في هذا اليوم في هذا السباق سباق الملك البحرين المفدى استبلات الرعود نموس الاستبلات الرعود ونموس لا نموس واحد يا أبو حمد إنه ولكم نموس واحد المركز الاول استبلات الرعود مع سالم بالهوف واستقبال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اشتركوا في القناة وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة موثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على رعايته الكريمة لسباق القدرة مؤكدا أن هذه الرعاية السامية شكلت حافزا كبيرا أمام جميع الفرسان من أجل تقديم أفضل مستوياتهم والظهور بشكل مشرف في أقوى سباقات الموسم للقدرة مؤكدا أن رعاية جلالة الملك تأتي استمرارا للدعم الكبير واللا محدود الذي يقدمه الفارس الأول لرياضة القدرة في المملكة والتي حقق أبطالها العديد من الإنجازات المشرفة على مختلف الأصعدة كما أعرب سموه عن ترحيبه بضيف البلاد الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي بمناسبة زيارتهما المملكة لمتابعة كأس جلالة الملك المفدى للقدرة هذا وقد أعرب سموه عن ارتياحه المستوى الفني الذي ظهر عليه سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 كيلو متر مشيرا أن نجاح السباق جاء بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها الفرسان المشاركون في السباق وبعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه جميع فرسان إصطبلات المشاركة في سباقي العموم والناشئين في جميع المراحل وأشاد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمشاركة فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة في السباق والمستويات المتميزة التي ظهر عليها الأمر الذي أعطى السباق إضافة فنية مشيدا في الوقت ذاته بالمشاركة الواسعة من قبل جميع الإصطبلات في سباق كأس جلالة الملك وحرصهم للمنافسة على لقب السباق الأغلى وقد هنأ سموه الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى مشيدا بعطاء كفة الفرسان في مراحل السباق ترجمة نانسي قنقر